اهلا وسهلا بكم شاهد الموقع المصير في كل مكان يعني في انتظار حلوق سيارة المستشار لنطقة بنتاجة الجلسة هنتبه محاضراتكم يعني بحثت نطقة بنتاجة الجلسة اشتركوا في القناة 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 زي ما تابعنا من خضراتكم يعني تنحى كريم التفاق عن انتفاع التجمع وبالتزار طبعا يعني موافقته على انتجاب محامي الجديد او يعني كما بدورها كريم محامي الجديد هنتالع من خضراتكم التفاصيل هو كمان كان الجلسة السرية النهاردة يعني في انتظار قروق المستشار يعني اصدار حكم الجلسة وطبعا اتعرف عن تفاصيل ما تانى مشاهدته من شركاتها من تصويرها وطبعا اتعرف عن مستشاركوك ومسيح في كل مكان نتابع حضراتكم تفاصيل جلسة اليوم في محكمة التجمع كان المتهم كريم محمد طبعاً أو المعروف إعلامياً بسفاح التجمع حاضر الجلسة السرية التي تمنا فيها يعني مشاهدة ما تم إحرازه من فيديوهات وصل عادتها 19 أو 20 فيديو تحفظ عليه لا تفاصيل كثيرة عن الإنسان بيتم تصويرها من قبل المتهم لضحايا ثلاث سيدات يعني تفاصيل كثيرة مأساوية وبشعة طبق المتهم على ضحايا طبعاً أنا عارفنا وطبعنا زي مخدراتكم شفتم كان عامل قصة مخصصة قصة مخصصة عزلة للسلطة كان ليتم استرادة محياة فيها ويتم يعني قرهم على معاوضي أو أخرى المية كبيرة جداً من المخدرات حتى يفقد الوعية ومن ثم يبدأ في تفاصيل قرأم مأساوية أو قرأم أقل ما يقال أنها قرأم غير بشرية أو تفاصيل هاش عقل البشري طبعاً تفاصيل كثيرة جداً بشعة واتهامات كثيرة وشهات غير اتهامات القتلة زي حلازة المخدرات وإكبار الضحايا على تعاطي المخدرات وكمان يعني الادكار للبشر كان بيصور الضحايا في أوضاعهم كله ويعني حتى بعد وساتهم كان يتم غرض تصليح من قبل المتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 2013 تم ومتل ód ويطالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي Plans ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر